مرحبا جميعاً أفضل يردون ويل إياكم دكتور محمد من ناكست لكتشا واليوم إن شاء الله حنبلش بمادة جديدة من مواد المرحلة الثالثة لمالتكم اللي هي البايو ستتستيكس أو نوعياً من الإحصاء إن شاء الله نسالف عليها لللي يعرفني هلا بيكم إن شاء الله تكون مادة حلوة ولطيفة مادة الطلاب نوعاً ما يضوجون من عدها بس يعني إن شاء الله مشيها بخير وسلامة واللي ما يعرفني بيكم طلابنا فتشرفنا بالنسبة للستاوي ما أشرح أنا أحب أشرح بشكل مفصل وأحب أضيفه هوايا صورة مثل ما حتشوفونه في هاي المحاضرة أي شيء أضيفة وأشرحة ما موجود بالمحاضرة هو ما مطلوب منكم ليس مطلوباً منكم المطلوب من عدكم هو فقط الشغلات اللي موجودة بمحاضرتكم أنا أي شيء أضيفة فأضيفة يعني فوق محاضرتكم أضيفة للتوضيح أو أضيفة حتى تصير الفكرة أسهل أو حتى نغطي الفكرة بشكل كامل فنخلي هالشغلة بضانة لللي ما يعرفني بيكم طلابنا الإحصاء هي ما تضيغ وجمع على الطلاب أنا أول مادة شرحتها يعني بشكل شوي مرتب يعني مو بس إنه مشرحتها لأصدقائي وإنما بوقت كانت سجلت أوديوات والسؤال فكانت هي الإحصاء نفسه هذا بالما حال الثالثة بكل يقنم فهي مادة يضيغ وجمع لها الطلاب ويواجهون بها صعوبة فهمهم ليش؟ لأن نوعا ما مادة غريبة عن الطبية يعني ياسا واحد يقول هازجاب الإحصاء على الطب بس إذا نباوع بالحقيقة فإحنا هوا نستعمل الإحصاء بالطب كمثال من أقول لكم إنه أن شرحت مرض دعنا نفرض كمثال إذا أفكر هذه الرقم بغض النظر عن نظر عن هائل المعلومة صحة أو لا هذا الرقم من ينجبته من قلت أنه سرطان الرئة هو رقم واحد على العالم من الانواع سرطانات هاي جبتان طريق أنه إحصاء من أقول أنه البرست كانسة هو النمبر وان في فيميلز هذا إحصاء من يقول أنه البنكرياتيك كانسة عنده بورو بروغنوزز الناس يموتون بيه بسرعة هذا إحصاء من يقول أنه الكارديك ديزيز هي كومن بالأعمار فوق الـ 45 أو فوق الـ 55 هاي من ينجبتها؟ هاي كلها عبارة عن نماذج للإحصاء إحنا نستعملها بحياتنا اليومية الطبية بشكل كل شهوية وتفيدنا بشكل كل شهوية كمعلومات نخليهن ببالنا بس إحنا ما نفكر بيهن نذر نجالات من الإحصاء أو ما نخلي هالشغلة ببالنا بس إحنا كلهم اعتمدات عليهم في البداية هو شنو الإحصاء طلابنا ذكرنا هسا مثال أنا من أقول مثلا البرفيلنس من فلان مرض هذا المرض واحد من كل 50 هيصير بيهم هذا المرض هاي البرفيلنس كمثال مصطلح هنذكره بعديا اسم البرفيلنس هاي نوعية من الإحصاء هاي الغرافات اللي تشوفوها بموادكم سواء البيتشارت ما لكم علاقة بالأسامي البيتشارت بارتشارت مثلاً لينتشارت الفينتدايجرام هاي كلها أمثلة عن توضيحات للإحصاء للبيتشارت ماريتنا أو الستاتستيكس بشكل عام مؤلاء للإحصاء فقط بأيضاً نوبات هستعمل كلمة statistics نوبات هستعمل stats بس فمن أقول stats biostats نفسه البيوستاتستيكس يعني المعلومات مالتكم اوكي فهي نخليها ببعنا فإحنا كل ذنية هسا المعلومات مثلاً من قلت إنه مثلاً ذكرت إنه breast cancer is the most common type of cancer in females أو مثلاً هذا الرقم أو مثلاً wellness tumor is the most common type of kidney disease in pediatrics أو kidney tumors in pediatrics ذنين الأرقام كل هنين حصلتن عبارة إنه أنا عندي أرقام ودا أحللهم صح له أو لا فهي الأرقام شي سموها اللي دا أحللها أنا يسموها data data أو data أبرا حتكم ماكو فرق فالداتا طلابنا هي عبارة عن الinformation الحرة اللي بصيغتها الموست بايسيك الأحصاء شي سوي يزم هاي الدااتا اللي هي sets of information وش يحاول يسوي يحاول يطلع من عدها knowledge يحاول يطلع من عدها knowledge فاردكم تخلوها ببالكم إنه الإحصاء يتعامل ويا الداتا هو عبارة عن علم دراسة المعلومات ومحاولة تحصيل information أو knowledge من عدها ومو بس أحاول أحصيل information مثلا هسأاني شون يعني هسأاني قلت إنه هذا المرض يصير بواحد من كل خمسين كمثال شون سويتها آني عندي عدد الناس كمثال وشفت كم واحد مصاب وطلعت data فاني شون عندي أرقام عدد الناس الكلي عدد الناس المصابين وطلعت information اللي هو نسبة ما تشقد حيصير أو كل كم نافر إلا الله يواحد يصير به المرض كم مثال فاني ش عندي إذن فعندي مجموعة ما information دا ألزمها كشخص دا يدرس الإحصاء وأحاول أطلع من عدها information لازم مو بس أطلع من عدها information لازم أحاول أوصل هاي الانفورميشن بشكل سهل للناس لأن مو كل الناس دارسين أحصاء ومو كل الناس فاهميها لازم تكون عندي طريقة حتى أعبر عن هاي المعلومات فمثلا أنا من أجي وأحط الانفورميشن مالتي على شكل graph أو chart أو شيء ذن يكون عبارة عن طرق للinterpretation أو visualization ما المالتي الانفورميشن دا أحاول أوضح مالتي الانفورميشن مثلا هسا هذا graph هتشوفوه كل شو هواية إن شاء الله يسمون normal distribution المعلومات ببعض المعلومات هنأخذهم بالتفصيل بعديا يعني بالمحاضرات الجاية فأي شيء أقول هنأخذه بعديا مو ألة تسيطرون على 200% فمثلا هسا هذا الشكل هتشوفوه كل شو هواية اسمها normal distribution هنعرف بيهواية معلومات يعني هسا هذا graph أنا كشخص أعرف بلحصاء شوية بعد ذلك أنا مو خبير بلحصاء يعني حالي حالكم بس يعني مثلا أقدر أعرف comma information مثلا أعرف إنه هذا المين وبعدين نعرف شنه هو المين أو average خلي نقول هنعرف إنه هذا فتشي اسمه standard deviation شنه standard deviation شنه standard deviation شنه هاي النسب شنه يعني normal distribution لاني كل هم معلومات ممكن من هذا الغراف أقدر أشرحها لكم ووضحها لكم ليش نحن دن ندرس statistics فش يقول لك يقول لك إنت عندك data أرقام information أخلي نقول data يزمها الإحصائي شي سيحاول يطلع knowledge أو information من هاي الأرقام يحاول يزم العدد ما للناس هذا الشخص مصاب هذا الشخص مو مصاب هذا الشخص بي هذا الشخص مو بي يحاول يطلع من عندها information وهاي الانفورميشن من يفسرها حياخذ معلومات وشو يقول يعني وإذا عرفت مثلا إنه هذا المرض يسرب واحد من كل خمسين أو إذا مثلا هذا المرض هو الموست كومن هاي يتساعدني بأخذ decisions مالتي كشخص بشكل عام سواء بالناحية الطبية أو بالناحية خارج الطب كمثال بالناحية الطبية مثلا من أقول لك إنه هذا المرض يسرب واحد من كل خمسة وهذا المرض يسرب واحد من كل عشرة آلاف يا هو اللي يحتاج تركز عليه وتصرف عليه فلوس أكثر وتتم بعلاجه أكثر أكيد هذا لأمور كومن فأني سويت هذا الشخص عندي داتة من خلالها حصلت هاي الانفورميشن ومن خلالها حصلت على فد نوليج ساعدتني بأنه أقرر شوان أتصرف تجاه هاي الداتة تجاه هاي المعلومة فمثلا هذا المرض المعين يحتاج أصرف عليه وقت أكثر كمثال من عرفت إنه البنكرياتيك كانسر هو مرض كلش ليثل الناس يموتون بسرعة من خلق يعني سوربايفور ريت مالتها قليل والناس يموتون خلال فترة قليلة فأعرف إنه هذا المرض شون وصلت هاي المعلومات إنه هما يموتون بسرعة من خلال الداتة يعني فرض أني جيت فد مرض معين خلنا أفرض مرض أكس ولقيت إنه الشخص وره ما تشخص بي بيوم مات هاي ممكن انفورميشن بس ممكن أباوى نفسه هذا المرض أكس عد باقي العالم وراء عشرين سنة يلا يموتون فأني سوربا أعرف إنه هاي المعلومات مالتي دقيقة لولا ممكن تكون ون أوف يعني مجرد هذا نموذج واحد فكلش مهم إنه الداتا مالتي تكون بالد وتكون عدها يعني فد بيسز عام دأأخذ عليه فكلها معلومات مهمة فأني من جماعة الداتا وحللتها مثلا ما المرض معين أعرفت إنه البنكرياتيك كانسر الناس يموتون من عنده بسرعة فهذا شنو يخليني إنه آخذ ديسجن إنه هذا المرض يحتاج أسوي له سكريننينج ودتكستنج من وقت شقد ما أقدر ألقط أسرع كل ما أحسن كمثال مثلا هذا المرض مثلا مرض معين شفت إنه مليئ أثر على حياة العالم من خلال الدراسة فهذا المرض يعني يكون أقل أهمية كمثال هسا وجود الـ H-Pylori وهي موجودة عد نسبة كلش عالية من الناس تذكرون الأرقام شاء الله تخذوها السنة جاية بالـ GIT Medicine بس لكن فقط 10% من الناس يعدهم H-Pylori وما عدهم في الـ Clinical Presentation فمثلا الـ H-Pylori هكو ناس يقول لك هذا 10% significant إنه حتى أقضي على H-Pylori هكو ناس يقول لك لا ماكو داعي إنه كل مريض تطي أو كل شخص عنده H-Pylori يتعالجه وتطي كل الأدوية حتى تقضي عليها فشنو لدي يقرر إنه شوقت أتدخل شوقت ما أتدخل شوقت هاي المعلومة عادية ممهمة هاي كلها هعرفها من خلال إنه أدرس الـ Data Mallتها فليهذا مهم عن ملحصاة طلابنا ومهم بحياتكم كلها كمثال واحد يقول لك يعني أنا سوري إذا أحكي حد شي عام بس هتتفهمون أهمية هذا الموضوع ليش هو؟ يعني هتاج تركيشون عليها كمثال واحد يقول لك أطيني ألف دولار أنا بشخص نطاني ألف دولار أو أنا شان عندي ألف دولار واشتغلت ميهن وحصلت معدهم مليون دولار كمثال هل معنا أسألة أنا أفكر اشقد إحتمالية إنه هذا يصير فحشوف كم شخص نطع ألف دولار وصاعدهم مليون دولار واحد يقول لك الواحد إنه ما يعرف في الـ Data شيء يقول لك ها والله إيه هذا نطيته ألف دولار وصارا مليون دولار معناها الأمور كلش توم خلطي كل ألف دولار بس أنا يحتاج أشيك باقي الـ Information حتى أكون informed decision يحتاج أدرس باقي الـ Data ومثلا أشوف كم واحد نطع ألف دولار كم واحد فعلا وصل للمليون دولار كمثال ممكن يطلع واحد بالعشر تالاف واحد بالعشر تالاف فقط هو اللي صارت عند هالحالة فهل هي تسوأ أنه أنا أطي ألف دولار وهو يعني احتمالية تسعة 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 إنه ما حصل ولا فلش من عندهم أو مثلا هذا اللي يقول لك اشترك من يا نصيب احتمال تربح مليارات الـ دينارات أشوف شقدر احتمالية من أنه أربع واحد يقول لك يعني الواحد اللي ما يعرف بالـ Data احتمال يقول خلأ أروح بكل فلوسي أدخل بكل فلوسي لأن احتمال تصير أنه أربح مليارات الدولارات من كم من الفلوسي اللي هنا شوف شقدر أي أن كان بس شوف الاحتمالية من ربح يا نصيب يقول لك أقل من احتمالة أنه تنظره بصاعقة تخيلوا يعني فهي كلها شغلات مهمة تضطينا information عنها مثلا هاي probability صالي ساعدة أو أحتيب probability نانا حتشيت أو الاحتمالية نانا حتشيت على الـ Cancer حتشيت على prevalence شقدر موجود المرض واحد عشر تالاف واحد بالخمسة مثلا مثال ثاني أريد أشوف معدل الأطوال ما ألفد ناس معينين ذا إذا سوي خلنفرض فد ملابس أو فد خلنقول عفل ملابس خلنقول ذا إبني فد سيارة فأريد أشوف شغل أخلي الارتفاع مال السقو في مالتها فلازم أشوف شغل طول الناس من يقعدون بيها شغل لازم أرفعها فشفت مثلا يحتاج أنه شفت أنه أغلب الناس طولهم مثلا on average يعني أطلع المعدل من الناس مثلا 175 خلنفرض فأضلا للذكور هو الرقم أقال بالعراق 170 بالعراق بس المهم فمثلا أطفت زيادة أي أن كان الرقم إن شاء الله نتهم هذا الـ Concept خلي نقول مثلا حط الارتفاع 195 بحث أنه يغطي أغلبية الناس فأنا سويت أنها طلعت معدل مال عالم جبت العالم كلهم مثلا مال عراق قسط أطوالهم أو فد نسبة معينة قسط أطوالهم وحددت على أساسها إيش لازم أسوي مالتي القياسات أو كمثال بعدين إن شاء الله حتأخذوها يعني كومهم مثلا ما إذا حدد فد concept معي لما أنا هنخلص منها الباجر بس رتعرفكم أنه أكو هواية معلومات وهوية قرارات تأخذوها بحياتكم ليش ما رحت مثلا إحتمال عندك إهتمام غير مادة وما رحتلها بالدراسات إحتمال للتعيين قليلة فحسبتها على أساسها قدرت تتقرر في الدستجين معين فهي هي طلابنا هاي هي الستاتيستيكس بشكل عام إنه أنا عندي فتحول أتعامل بيهم فنجي نسؤلي فسنا ندخل بالمحاضرة نفسوا جور نفسوا إن شاء الله خير المحاضرة على كيفكم هاي المحاضرة طلابنا ضرورية كلش على أساسها حتبني باقي المحاضرات على أقل كconcept يعني مرا ناخذ قوانين معقدة هنا مرا ناخذ فتشغلات أو rules أساسي يعني كلش خلل نقوا حتستعملوها كل التفاصيل بس هي تفيدكم حتى تفهمون الموضوع بشكل عام لهذا سبب هي اسمها introduction فسنا فالداتا هي عبارة عن النمبرز وهي المادة اللي يبني على أساس الستاتس الستاتس كلها مبني على هاي المادة الخام اللي هي الداتا ويقول لك إنه النمبرز خلي نقول نمبرز مثلا عدد الناس المدخنين عدد الذكور عدد الإناث فهي كلها داتا مولو دا أقدر أقسم الداتا إلى نوع 8 أقسمها إلى أو النمبرز على الأقل إلى نوع 8 نوعية أحصلها من counting أو العد ونوعية أحصلها من measuring أو القياس شن الفرق ببيناتهم طلابنا الـ counting كمثال أقول لك أحسب لي عدد البيوت اللي بمنطقتكم فهتقول لي مثلا 10 بيوت 15 بيت 30 بيت مو يا لا زيان أقول لك قيست لي البيبان أو العرض مال البيبان مال البيبان مال ذنب البيوت هتقول لي مثلا هتقول لي مثلا أكو بيت 3 أمتار ونص أكو بيت 4 أمتار أكو بيت 5 أمتار و800 كمثال شن الفرق بين ذنين القياس هات طلابنا العشرة اللي هي خلنفرض أني counting وذن measuring أكو واحد يقدر أقول لي أكو بنطقتنا 10 بيوت ونص أو 10 بيوت 10 بيوت و3 تقدر ما تقدر الـ counting يقيس أرقام يسموهن discrete ما بيهن pointات بينما المتارك فلا المتارك مثلا هاي 3 ونص إذا أقرب أكثر احتمال تكون ثلاثة point 5 6 احتمال ثلاثة point 5 6 1 كل ما أكون more specific فشنه أكون range كلش continuous بيناتهن يعني مثلا إذا خلنفرض مثال ثاني على measuring إلى طوال مالتنا طلابنا measuring إلى طوال مالتنا أنا يقيس هن قياس موعد فمن أقول لك شخص طولة 180 وشخص طولة 181 ممكن يكون أكو شخص بيناتهم طولة 180 ونص نعم ممكن ممكن يكون أكو شخص بيناتهم theoretically على الورق أكو شخص طولة 180 point 3 نعم ممكن ممكن بين ذول شخصيا أكو فد شي يصير 180 point 3 5 ممكن لو نعم ممكن بيناتهم 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 والدعش ماكو شي اسم دعش نص أو عشرة ونص العفو ماكو هيت شي discrete بينما الكونتينيوس مثلا عشرة قدام ودعش قدم كمثال لمن القياس فأكو أكو هنا نفت شي أكو هنا نفت شي أكو هنا نفت شي أكو هنا نفت شي كل من القيم أكو شغلات ممكن تشغلها ممكن تشغلها على الورق على الأقل فيقول لك الcounting شنو هو when we exactly count the objects ماكو فد شي اسمه uncertainty هاي المسافات الداخلية لبين آتهم هيسموها uncertainty يعني مثلا أنا من قسط الشخص نقوله طولة 180 سنتيم فهو ممكن يكون 180 1 بس أنا قيت 180 للتقريب فأكو uncertainty ممكن يكون هذا الرقم مكلة الدقيق بالنسبة للميجرينج ممكن يكون 180 1 5 أو هكذا بينما counting ماكو تشي اسمه uncertainty مثلا 29 طالب بالصف ماكو تشي اسمه 29 ونص بينما الميجر there's always some type of uncertainty أو مثلا هل هو 174 لو 174 2 فأي خلي هب أن يعتمد على الدقة من قياس مالتك فسو هاي الفكرة فأس عرفنا الفرق شنو بين القياس والعدل أتمنى عرفنا فيقول لك أنا يقول لك بالداتا يكون نوعي تين من الأرقام اللي هن شنو numbers اللي تنحس أو اللي أوصل لهم عن طريق المجرمنت واللي أحصل من المجرمنت إذا فأنا يقدر أحصل الـ المجرمنت أما المجرمنت مثلا من أقول اشقد الراتب ما الشخص فهذا يعني رقم ممكن هو راتبة مليون ودينار مليون مدريج وسيتقرر فيضطو أكو فيضع نتيبي بينما من أقول لك اشقد عرض الناس اللي شعرهم جوزي رقم ثابت تفهمني فيقول لك هسا كمثال عن المجرمنت من الممرضة تقيس الوزن ما فد شخص معين أو مثلا تقيس الحرارة مالتا حيطلع لك فد رقم 150 100 أي يعني هذا الرقم طبعا قلنا هو صغير يطلع رقم صحيح يعني ما بيكسور بس هو ممكن يكون أكو بيفد أنسيرتنت يعني هي ممكن من حرارة دقيقة مالتا 101 مثلا يختلف من أسأل مثلا المدير من المستشفى أسأل عدد المرضى لديدخله فمثلا قال لي 20 مريض طلع اليوم من المستشفى وهكذا طبعا كل ذلك هنالتذرقام 150 باوند 100 دقري 20 مريض كل واحدة من ذلك يسموها يسموها ديتم المفرد مالداتا مجموعة كلها يسموها داتا هاي هاي هتتعرفون هاي فالستاتيستيكس هو العلم اللي يختص في دراسة أنه أنا أجيب أجمع داتة أرتبها وألخصها وطي تحليل ألها يعني مثلاً عرد الأشخاص الموجودين هو بالحقيقة شلون كان موجود شخص دخل شخص دخل شخص دخل شخص دخل شخص دخل شخص دخل وراها رتبتهم للمعلومات ممكن أن يرتبهم مثلاً حسب الطول حسب شوك الدخل وياساعة حسب الجنس ما لشخص الدخل حسب دخل الياف فرع مثلاً هل هو دخل للمستشفى للجراحة دخل لو دخل للباطنية مثلاً نساني جئت أول مرة جمعتهم للداتة كثيراً يما بالإحصاء مجموعة ذاتة وراها رتبتهم على فد كريتيريا معينة وراها لأخصها مثلاً أنا مقسمتهم أشوف شقد دخل للجراحة مثلاً من ذول العشرين دخلوا فد خمسة للجراحة عشرة للباطنية تسعة للأطفال واحد للنسائية كمثال هو أسوي أناليسز أكثر ناس دخلولي هم ذول العشرة أو ذول الجروبين هم أكثر ناس دخلولي طيب لازم أقارن يعني حتى أوصل فد حساب لازم أقارن مثلاً مدة شهر مدة شهرين مدة سنة إلى آخرين المهم وشاء سوي أحصل فد انفران سيد انفورميشن سؤال مثلاً إجاب ومدير المستشفى ويريد يحسب مستشفى لتدخل لها أكثر حالات فهل هو يعني طبعاً ممكن ممكن يسوي أنه يشوف من أول يوم انفتحت بالمستشفى لللحظة ويشوف كل حالة دخلة اليام جناح للباطنية للجراحة يريد يعرف شنو أكثر جناح دي يشتغل بالمستشفى مالته يقدر هو سيسوي يقدر أنه يزم الداتا من أول يوم الآخر يوم يعني من أول يوم فتحت في المستشفى الآخر يوم اللي هو اليوم الحالي يقدر يجمع هاي الداتا يحصل انفورميشن لكن شنو مشكية هالشي يعني بين قوسين دي يجمع كل الداتا المتوفرة شنو مشكلة هالشي انه هالتا هالشي تكون صعب يعني تخير الداتا مصاحب خمسين سنة ستين سنة أوكي ممكن تكون بعضها مالهرة لفنسي أو شي فعرفتن شي سوون ياخد فالجزء معين يقول لك شوف لي آخر شهر بس لا تدور لي مال عشرين سنة كلهن أو الميت سنة شوف لي مالآخر شهر بس فهو سوى هسه دي ياخد فالجزء من الداتا هذا الجزء يسموه سامبل فالجزء من الداتا ركزوا على كلمة سامبل وش دي يسوي دي يحاول من خلال دراسة هاي السامبل يوصل الفرضية تتعبر عن المستشفى بشكل كامل راح يدرس مال شهر معين بس اخذها راندملي مفروض ياخذها راندملي وهذا الجزء مال الداتا على اساس النتائج مالتح هيقول انه هاي النتائج تتعبر عن البيتصال أو عن الداتا المتوفرة كلها ككل مع مارجن أوف ارار هاي مراح يكون شي دقيقي يعني خلنفرض طلعوله بهاي السامبل خلنفرض فد سبعين بالمئة من اللي يدخلون هما يدخلون باطنية احتمال لو نجي لعد العرض الكلي هيطلعون مثلا خمسة وستين بالمئة يعني لو نجي ونعد كل المرضى من اول يوم الاخر يوم هيطلعون خمسة وستين بالمئة من دخلون الباطنية فهذا الرقم الطلعلي من الجزء بيفد مارجن أوف ارار به فد نسبة من الخطأ لكن هاي شي يعني يكون محتمل بالاحصاء يعني في الدرجة معينة ممكن اقلل وازيد المارجن أوف ارار مالتي او نسبة الخطأ بعدة عوامل راح تاخذوها ان شاء الله بعدين كمثال اريد ازيد مقدار الصحة مال هذا السامبل اقوم اقول له بمكان ما ااخذ مال شهر ااخذ مال شهرين فاحتمال يطلع الرقم مثلا تسعة وستين كمثال لانده ااخذ نسبة اكبر من الكل فتطلع الارقام معبرة اكثر عن الكل ممكن ااخذ شهر من كل سنة كمثال عشوائي شهر من كل سنة عشوائي هذا هيقلل المارجن أوف ارار هيقلل نسبة الخطأ ممكن بالأكس اذا مثلا واحد ما اعرف وش دي يسوي يقول له بس مال اليوم اريد اريد تطيبس الداتا مال اليوم وينفرض انه هي تعبر عن مال عشرين سنة كلها فهذا مثلا يطلع الرقم وضاط احتمال بيومها بهذا اليوم من جدي يشوف الداتا اللي دخلها باطنية خلنا افرض 80% من الكيسات خشوف اصارك ومرجن أوف ارار اكبر عن الخمسة وستين ليس لين دي ااخذ نسبة اقل فالمهم الداتا الكلية الداتا الكلية لها اسم يسموها population ان شاء الله ناخذها بنهاية المحاضرة population عادة اني ما قدر ادرس كل الداتا ما قدر ااخذ information عن كل الناس الموجودين فش يسوي ااخذ جزء هذا الجزء يسموه sample اوكي شي يسمون هذا الجزء يسموه sample اكو جزء من الاحصاء يسموه analytics statistics يختص بانه ياخذ جزء يدرس هذا الجزء والinformation تطلع من اندي يحاول يمشيها على الكل يسموه analytics statistics اوكي باي خلوها اببالكم فلس عرفنا الconcept ما للسامبل وعرفنا الconcept ما للpopulation هاي السامبل ممكن ما تعبر عن الpopulation بنسبة 100% ممكن ما تعبر عنها بس اذا مثلا عبرت لمسبة 95% فالامور كله زيانة يعني المقروض على الاقل وحسب نوعية الدراسة فاسا هنا انا شي يقول لك هذا الحاج اللي قلنا فيقول لك statistics هي الدراسة تهتم بانه تاخذ collection عرفنا شنو collection organization عرفنا شنو organization summarization مثلا جمعت ال data ما للدرجات الطلاب صف ما الطلاب collection جمعت ال data وراها سويت الانترتيب مثلا ارتبتهم قسمت الدرجات اللي ماخذين من 21 إلى 30 احسبهم بسوة لا سأرتبهم اللي ماخذين من 31 إلى 40 احسبهم بسوة وهاكذا وراها سويت summarization اول مرة سويت organization فطرعلي مثلا 19-1 جاب بين 81-90 14-1 جاب بين 71-80 وهاكذا شي سوي احاول لأخصه هقول اغلبية الطلاب جابوا بين 71-90 مثل ما ريتشوفون قدامكم عدد زيان جاب درجة عالية كلش عدد قليل جدا كلتطلاب بس هم الرسبة واللي جابوا جواه الخمسين كمثال يعني فأنا شتى سوي سوي analysis للداتا وش سوي ممكن إذا هاي الداتا هي مؤصف واحد وإذا عبرها عن المدرسة كلها يقول لك انه أنا عندي جزء فقط مال داتا افيلب ومثلا هاي الدرجة خلنفرض مال مادة وحدة خلنفرض هاي مادة الاحصاء هاي الدرجات مالتهم على أساس هاي المادة ممكن أقول إنه عبر عنها مثلا هاي المرحلة الثالثة مال طبية أوكي أقول إنه مثلا أغلبية الطلاب الطبية حيجابون بهاي الدرجة فأنا شنو عندي شان أو طلاب المرحلة الثالثة حيجيبون درجات زينة أو هم طلاب زينين معدلاتهم بين الجيد والجيد جدا كمثال فأنا سويت عندي جزء من الداتا اللي هو بس درجات الستاتيستيكس وعممتها على شنو على باقي المواد ككل على الطلاب المرحلة الثالثة بشكل عام فأنا نخليها من الشخص اللي يدرس هاي السؤال اللي يسويهن الشخص اللي يسوي هاي الستاتيستيكال من لزم هاي الأرقام القدامة اللازم يقدر يعبر عنها ويفسرها ولازم شنو بعد يقدر يوصلها للناس اللي انترستد واضح؟ يعني مثلا سأني إذا أزم هاي الانفورميشن اللي شفتها لقدامي بقعت هي أرقام الواحد يسفل لنها شنو هاي الأرقام بس أنا سويت سويت انتربيتيشن لهاي الداتا أنه أغلبية الطلاب هنا أنا أوكي ضمن ذنيا الرينجية فعرفت أنه أغلب الطلاب درجاتهم بين الجيد والجيد جدا وعبرتها المن للشخص الديس أني أو لشخص إذا وصل للمالهم أنا مرحبا إذا حسب الأرقام بس تقريبا خلينا نقول تقريبا على هذا الشكل ف70% من الطلاب جابوا بين الجيد والجيد جدا فأني شانت عندي بس أرقام مش شانت عندي درجات كل واحد هم أن أنا 75 طالب إذا مغرب 46 طالب ما أعرف إذا قلت 75 طالب المهم 75 طالب شانت عندي بس درجاتهم يعني عندي رقم واحد جاب عشرة رقم اثنيا جاب 85 وهكذا شانت عندي أرقام بس بس داتا وصلتها وحولتها إلى information أقدر أفسرها المهم شنو مصادر داتا ماتي هس آن إذا سوي فت بحث أو فت دراسة أو إذا لم فت داتا من أين ألقاهم يقول لك يقول لك أنا أدري أقسمهم برايماري دايتا هاي أنت تلمهم الشخص اللي ديريد يسوي البحث أو ديريد يدور على داتا هو يلمهم لأن الداتا ممتوفرة فهيا معناها شنو معناها داتا is not available anywhere else يعني مثلا ما موجودة في دمخزن لو شي وأنا بس أروح أطلعهم لا لازم أني ألم الداتا بيدي مثلا إذا شوف إزقد نسبة العراقيين اللي يشجعون ريال مدريد بمنطقتنا أوكي فلازم شنسوي أنا أنا أحاول يعني مرة حلقة فإن أحتمال إحتمال أكوف أد مصدر يعني كتبت على نت نسبة العراقيين اللي بحي أنا منطقتي بحي الجامعة اللي بحي الجامعة وخلن نفرضه ببغداد اللي يشجعون ريال مدريد فحلقة أرقام عشوائية ممكن واحد ذاكرها بس مرة حلقة ما ألقي دراسي يعني دقية دقية بإنت ما لقيت شي لازم أنا أروح أفتار بس خمو رح أسأل السبع ملايين أو العشر ملايين الموجودين البغضاء أسأل في النسبة من عندهم أخذهم بشكل راندم فألمفذ مجموعة من الناس أو أحاول أتواصلوا مع مجموعة من الناس المفروض تكون راندم حتى أقلل احتمالية الخطأ هاي نفتهم إن شاء الله بعدين هاي الكونسيبت وأحاول ألم هاي الانفورميشن فإذا أنا إذا أحاول ألم الانفورميشن بيدي أوكي هاي شنو يسموها كامثل على مثلا أسوي سيرفي أو نسيت يسموها بالعربي سيرفي هاي ال كوستشنير إذا شايف فيهم مثلا إنه عندي فدلستة مع الأسئلة وأروح أضطيها للعالم مثلا أروح أفتر عن الناس بالشارع أقول شش شجرة ريال مدريد لو برشلونة يقول لي ريال مدريد أحط خط بصف ريال مدريد يقول لي برشلونة أحط خط بصف برشلونة ورفض عدد معي مثلا ريد الداتا والمئة شخص راندم أقف بالشارع والمئة شخص هايجوني بشكل راندم بحية جامعة مثلا كمثال أسأل المئة شخص اللي حيجوني وأخذ الداتا مالتين فمثلا نهاية اليوم برايماري داتا ممكن ممكن بالتليفون أخابر هاي قبل كانوا يشي يسمون يسمون سيربي بالتليفون يخابر عن ناس ويسألهم يابا فلان شي ندري إيش طوم فلوس يعني ممكن يعني هاي ما لنا علاقة بيها مثال ثاني برايماري داتا هو تجارب كمثال أقدر شوف هاي تحمل مثلا بطب هاي نسوي أقدر شوف يعني هاي رح يكون مو سربي مو سؤال جواب مو كوستجينير الاكسبرمنتر مثلا شنو رايد أشوف نسبة الدهون نسبة الدهون عد الابريج بيرسن بيمن البغداد فوقفت آني طعا يعني فضل المكان أكفتشي إن شاطا بلين حتأخذوه اسمها بايسيز بايس يعني مثلا رايدة لم همينا خمراح لما البغداد كلهم السبع ملايين العسر ملايين راح قيسلهم الدهن لا راح أخذ فتسامبولة صغيرة فمثلا إذا أنا وقفت قبال المستشفى ولميت الميت شخص لولي يعني احتمال هيكون بايس احتمال أغلب الناس اللي يجون للمرضى للمستشفى هم مرضى صح لولا فاحتمال لتوقع على القارد هم أرقام أعلى ورقام خربط أكثر مثلا إذا الميت شخص اللي خذتهم دقيش نسبة الدهون وقفت قبال نادي رياضي أتوقع يعني مثلا ميت شخص دولة جماعة الجم والمعضلين أتوقع نسبة الدهون عدهم أقل صح لو لا فلازم تخلوني ببالكم انتوا انشاء الله بعديين نتنام من دوس المادة إنه فتيس مبايس يعني تسامب المادة موش رطة تكون دقيقة بس 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 المهم فمن جيت آني ودورت نسبة الدهون بالمواطن العراقي بشكل عام بغداد ممكن ما ألقابل فلازم آني أشتغل فاش يسوي أختار مثلا ميت شخص أوكي وذول عدسهم يسوون في التجربة معينة اللي هي شنو بهالحالة نقيسون دهن مالتهم مستوى دهن مالتهم فمثلا الابراتوري او مثلا فيلد اي إذا شوف معدل السرعة ما للركض ما للشخص العراقي قد نفرض الرجال بين العشرين والثلاثين فدول آني ما عنقفة داتا دورت بالنة ما لقيت بالداتا دورت بالوزارات ما لقيت داتا رحت آني نفسي سويت التجربة جبت مثلا ميت شخص ضعمارهم قلنا بين عشرين والثلاثين قررنا هالشي بالداتا مالتنا وخليتهم يركضون وحسبت لهم الوقت آني فذني experiment فلسا مصادر الداتا المهمة عنده بالنسبة إلي ممكن سيرفي وممكن experiment بس ممكن الداتا ما لتي تكون متوفرة آني بس أجي ألمها وأسوي لها تحليل يسموها secondary data مثلا الداتا ما الحكومة الحكومة ممكن تطيني يعني عدها بيانات مثلا الحكومة عدها المفروض سجلات بها كل طلابها ويا مواليد هما بالضبط فأشوف مثلا نسبة الطلاب أو خلنفروض نسبة الولادات نسبة الولادات مفروض موجودة عدة الدولة إن هي تعرف كل شخص إن هي تسجل مو عدهم تسجل بالجنسية إنه هذا إجاب فلان يوم فتعرف نسبة الولادات والوفيات فهي المفروض الداتا أنا أقدر أحصلها مثلا للحكومة ممكن الداتا ما أحصلها من مكان رسمي ممكن أحصلها مثلا من فت شركة خاصة ممكن أحصلها مثلا إنه واحد يسوي البحث قبل يأخذ الداتا من عنده فهي كلها مصادر ممكن أحصل من الداتا فيقول لك الداتا ممكن أحصلها من من روتين لكبت ركورد صحيح هذا التقسيم ما البرائماري والسكندر أنتم ما أعدكم بس توضح لكم ممكن روتين لكبت ركورد مثلا المستشفى بها بالإحصاء مالتها عدد الدخولات عدد الوفيات بهذه المستشفى عدد الدس شارج ونفظ كلها موجود كمثال يقول لك إنه هاي بيكم كميات ما الانفورميشن على المرضى وهاي نخليها الهوسبتال أكاونتسينج ركورد بقى ميديكال ركورد يعني معلومات أو التجلات الطبية مثلا طبلات مال المرضى الهوسبتال أكاونتسينج ركورد هاي قسم الإحصاء مال المستشفى بمعلومات عن المستشفى نفسها مثلا قسم الإحصاء بيعرض المرضى لدخلوا بشقد صرفنا أدوية عليهم بشقد صرفنا فلوس هالشهر هذا كله عن البزنس اكتيفتي مال المستشفى فهي أنه روتينلي كيبت ركورد إحنا أصلا كونسج لمثلا سكوناسج لهم مصاريفهم مولو لا فهيقولها إنه أكو فد روتينلي كيبت ركورد هتلقى هارتهم بالدوائر ممكن بعد إذا الداتة اللي أريدها حتى يجاوب على السؤال إداء دورة ما موجودة بشكل روتينلي هيكون الحال إنه أسوي سيرفي أسوي فد الاستمارة وحاول أسأل العالم شأسنتوا إن شاء الله مو حتسوون بحوث هالسنة أو الوراها مو حتسوون بحوث حتسوون سيرفي مرأة ذكر شون الكلمة بالعربي فورم تدزوها على جماعتكم مثلا عرضت ساعات القراءة بالمحلة الثالثة جيت قرأت بالمحلة الرابعة الثالثة كمعدل فهي سيرفي نوبات السيرفي ما تفيدك حتى تحصل الانفورميشن يعني الانفورميشن يحتاج تنقاس فتحصلها من الاسبريمينت فيقول لك نوبات الداتا تحتاجها are available only للأكسبرميشن شنو اللي يحدد يا داتا يحتاج أنا جدا أدور شنو السؤال الدادور هاي خلوها بباقكم أنت بالداتا وبالإحصاء عارضها شنو اللي يحركك السؤال اللي تسأله شنو اللي تريده أنت من الدراسة مادتك تريد تعرف شنو فبين تريد تعرف شنو تشيل أنت من تحدد سؤالك أو تحدد المعلومة اللي تريدها حتحدد الأسئلة اللي تريد تسألها ونوبات شنو من external sources مثلا من دراسة واحدة مساوية قبلك مصادر عن النيت فيقول لك نوبات الداتا تحتاجها حتى تجاوب عن فتسؤال معين اعتمال تكون أورادي موجودة مثلا فالواحد أصلا ناشر بحث قبلك فأنت تاخذ الداتا وتشوف شنو تاخذ اللي تريد من أجهر commercial available data banks اكو data banks اكو في الموقع اسمه our world in data طبولة كلش حلو أنا كلش أحبه our world in data يطيك information عن العالم الدول اللي جقد مثلا هاك سوالك هي عارة لني يتمون بتوالك في climate بس مثلا خلنفرض انه جقد كمية الذهب وين موجودة جقد نسبة الفقر بالعالم شون تتغير وين الوقت او research literature عندك فد مصدر ويذكر لك الأرقام مثلا يسا انت تفتح المصدر طيب ما لدكم يقول لك مثلا فلان مراض يصرب نسبة 10% فهاي أورادي انت خدت الداتا من عنده فهاي خدناها كلها فهاي الحاجة طبعا يقول لك كل الاحصار بشكل عام الاحصابي هو يفروع يقول لك الاحصاء انت ممكن تستعملها بعدة فروع مثلا بالشغل بالتعليم بالسايكولوجي بالزراعة بالاقتصاد بكلها انت تستعمل الاحصاء لكن اذا كانت الداتا اللي تستعملها بالاحصاء تتعلق او مشتقة من العلوم الطبية فاحنانا حستعمل بايو ستاستيكس حتى فرقها هي تقريبا التولز مالتهم متشابه لكن ممكن تلقف فالتولز مختلفة لكن يعني بس خلوها بباركم انه هي في البايو ستستيكس هي فرع من الاحصاء يقول لك انت شنو هدفك بالاحصاء او خلي نقول في التقسيم للاحصاء عندك فتشي اسمه وعندك فتشي اسمه وعندك فتشي اسمه الانفرانشيل ستستيكس الانفرانشيل ستستيكس انا ورد قلت لكم ايام انه انا ادرس فت سامبل صغيرة وهاي السامبل الانفرميشن والنوضج اللي يطلعها احاول على اساسها افرض لازم تستعملوا كلمة افرض معلومات تخص البيبيوليشن الكلية فايش يسموها يسموها انفرانشيل ستستيكس نجي نقراها كتعريف الابجيكتيف انه اوصل فتقرار او اوصل فت معلومة تخص بانه ادرس فتس جزء من عدها بالانفرانشيل ستستيكس ادرس جزء من الانفرميشن وحاول اطبق هاي الانفرميشن امو ان لا اطبق اخذ يعني على اساس اقرف اتقرارات تخصي البيبيوليشن ككل كمثال ذكرنا انه مثلا انا جيت واخذت مثلا انا قاعد بوزارة والله يا وزارة فالنختار بنحشي بالطلب فوزارة الصحة فاريد اشوف اشقد نسبة التدخين بالعراق فسويت انا وزارة الصحة فعندي فلوس بس هم العراقيين يعني هوايا 40 مليون متر فخموزهم 40 مليون واحد شا قل لي اريد من كل محافظة الف تاخذ لي سيرفي عن الف شخص فمثلا اشوف مثلا احنا عندنا 18 محافظة مدى 19 18 يمكن فعندي 18 الف شخص هسوي عليهم الدراسة وقل لي اختارهم بعمار معينة حسب اللياني اريدها يعني مو يروح يسأل لي الجهار اللي عمرهم جوال 10 سنين الجوال 10 سنين يعني كلهم ما هيدخنون المفروض على الأقل يعني فحيقول لي انه ماهك تدخين بالعراق فالمهم اختاريت على اساسات معينة سامبل ماتي ذو الى 18 اختاريتهم راح تسألتهم اسئلة على التدخين ايضا شوف التدخين جو يدخنون باليوم وزنهم الى خلاق كل الاسئلة اريد اسألهم سألتهم او دورت الداتا مالتهم على اساس دولة الدراسات هقول انه هاي الارقام وطلعت لي تمثل العراق ككل اوكي الارضعين مليون كلهم وعلى اساس المعلومات اللي حصلتها من دولة الـ 18 ألف شحسوي حاول اقرر قرارات تخص التوتال فاشدنسوي احنا دا دا نزلش السامبل وعلى اساس هشدنسوي دا حلل الداتا طلعت لي وحاول اوصل الاستنتاجات تخص التوتال نرجع نقرأ التعريف اللي مستعملي بمحاضرتكم يقول لك الابجيكتف هو انه اوصل في الدسجن يخص الجروب الكلي الـ population بانه ادرس جزء صغير من ادها يسموها انفرانشيال استاتيستيكس او اناليتيك استاتيستيكس اوكي وانا احاطركم تفصيل كاملة المهم الاساسيكريبتيف شو تقول لك تقول لك اني ما لعلاقة بـ population واني عندي فد ارقام هاي الارقام ها درس هنوها هي يعني بين قوسيا ما تسوي هاي الربط الـ تدرس هاي تدرسها بكل التفصيل اللي تريد عين كان تفصيل قليل تفصيل كل شي تفصله بكل النهاية المهم لها علاقة بس بهاية تبطيك توصف بس ذولي ما لها علاقة بذولي اوكي فهذا هو ما اسمه الـ ادرس بس السامبول مالتي وما لهاي علاقة فبقوا هسا انت عندك الـ اخذت مدفة سامبول الـ الـ داتا اللي طلعت لي من هاي السامبول او دراسة هاي السامبول بحذاتها بغض النظر عن كونه جزء من كل اسمها الـ من اجي وإلى اخذ هاي الـ اللي حصرتها خلنفرض من الـ الـ فنجي يقول لك يقول لك عندك فد انتجز ايه بالستاتيستيكس داتا اللي طلعت بس السامبول مالتيك بس مالتيك بس مالفة سامبول معينة ادزم هن المهن اقسم هن ارتب هن الاخص هن احاول اصحوال بشكل حلو بغرافات هاي ستتاتيستيكس بينما اذا حاول اقرب بسيجن يتعلق الكاملة فهذا انفرانشيال نجي نقل تعاريف ثانية هاي التعاريف من جديد ومطلوبة بس يعني حتى نشوف في الكونسيبت اضافي فيقول لك انت هدفك بلد انو توصف الـ بغض النظر انو هاي الـ هي جزء من كله شنو مجرد توصفها فشلون توصفها انت ترتبها تسوي لها ملخصات توضحها برسومات سماريزنج اندسكرايبن الصفات من هاي الداتا سات مثلا عندي الاطوال length او height خليني نقول height mile فتصف بـ 30 طالب ثانية العلاقة بس 30 طالب عندي اطوال ما رقم واحد ما رقم اثنين الاخير الاخير احاول طلع مثلا طولهم من اشقد اشقد اكصر واحد اشقد اطول واحد ارتب هالداتا اشوف كم واحد الطولة جوه 160 كم واحد بين 160 وال 170 كم واحد بين 170 وال 180 اقسم هالداتا وراها اشوف المعدل ما للطول اجمع اطوالهم كلهم وقسمها على عددهم طلعت المعدل ما للطول وراها اشوف يعني اشوفون هاي كلها معلومات دا حاول احصل ها فالدسكريتب بستاتيستيك هي تسوي تزم الداتا وتسوي ارتبها انا اتضمها احاول طلع منعتها اقسمها في التقاسيم معينة حسب واني زاد او وهكذا تأكل لك اسامي هسين انت تصفي واني كلش معلومات واني اخذ هن ما لكم علاقة بها فهدفك شنو بال دسكريتب بستاتيستيك انو يطيك ملخص عن الفيتشار ما لفد دا حسن مثلا اطوال فهي انو احاول اوصل ل تصوير 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 على الفيت معينة من الفيت معينة طبعا الاستعمالات يعني تختلف يعني انا انا مو مجرد انو انا اقول مثلا خلنفه اضطوال قسط ما تذولي واذا حاول اعبرها على ذول وكلهم فخلنفه اطلع الطول من هذا القروب مئة وسبعين على يا اساس هقول انو الافرج مال العراق كله مئة وسبعين اوكي الدراسات الانفرانشيال لها علاقة بهذا الشي على يا اساس تفرض شنو احتمالية الصحة مالتك جزقد احتمالية الخطأ مالتك اوكي هاي كلها تختلص بيها الانفرانشيال الستاتيستيكس ذات تحاول تربط بين ذنين الاثنين اليا درجة تربط من عدهان وهكذا فاي خلوها ببالكم بالتستات حتي يختلفين هنا بلله شغلات هنا احتمال انتبعاث 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 سابعين بيهن مثلا المين هو المعدل المود اكثر رقم تكرر الرينج الرينج بن اسمه الاريان وستاندرب ديفيييشن تأخذوهم بعديا البرسنتائل كم واحد طولة بأوال أقل 10% كلها تتعلق بس بالدات الدرس فبعينما اذا نباوع على الانفرنشيل استاتيستيك بنشوف شوالات غريبة هايبوثيس تستينج كونفيدس انتبع اناليس او فاريانس كاي سكوير تست بأدوان كون هتأخذوهم بأدوان بس بعديا هسأدوهم روح كون بيهم المهم فهذا طلابنا آني جدة أدرس فد سامبل رح حتى ماذا أدرس يعني هسأ هذا الشخص اللي أدرسه ممكن أريد أدرس طول لون عيونه أو لون شعره طوله وزنه كل واحدة من ذن شو اسمهن اسمهن هي عبارة عن فد كاركترستيك كاركترستيك زين سؤال هاي الكاركترستيك هل هي ثابتة يعني ممكن شخص بالدراسة مالتي ممكن شخص شعر لونه جوزي ممكن شخص لونه أسود ممكن شخص لونه أصفر فهذا الكاركترستيك شو تكون تكون فالفاريابل فالفاريابل هنانا احنا منستعمل بالأحصام وقصدنا اكس واي وزي ومدرئ ايش مجرد انه القيمة متغيرة بالمجموعة خلق نفض جبت ألف شخص ألف شخص وقالتهم من الشارع دولة الجنس مالتهم شنو فاريابل بس إذا الدراسة الثانية تجبت ألف ذكر نانا الجنس فاريابل لا أنا مختارهم ألف ذكر فالجنس في هالحالة ما هيكون فخلوا ببالكم هالشغلة انه حسب الـ مالتي حسب هذا مالتي دوري مثلا أنا روح المدرسة ابتدائية هيكون فخلوا انهم ابتدائية لو اعدادي هي مدرسة ابتدائية كلهم ابتدائية صح ممكن تكون ممكن تكون حسب آني جداد أور بالضبوط من المآخذ بالضبوط فأي خلوها ببالكم فمن ناحية اللحصة الـ هو فتقيمة أو صيفة أو صفة عفو دعا حاول ألقاها أو أقيسها أو أوجدها افد مجموعة فهذا هو تعريف أي صفة بيها قيم مختلفة بناس مختلفين أماكن مختلفة إلى أخير إلى أخير كمثال هس إذا أقول لك قيس الضغط ما الناس ما الميت شخص ستشوفهم هاي variable مو أمر يطلع كون من نفس الضغط قيس الهارت رايت هم variable قيس أطوالهم ما الأدولت ميلز هم variable الأدولت ميلز في هالحالة حيكون كونستانت لأنه أنا حددت لك إنه هدوّر بيهم الويت variable الـ age variable وهكذا تمام؟ فالشي المتغير؟ الـ variable صباح نطلع نحن نقسمين كم تقسيمات أنا راح أمشي إلى التقسيم محاضرتكم مقسمتهم بس مقسمتهم بأشكال مختلفة يعني ما معتبرا أنه هاي الشجرة كلها وحدة شم سوية بمحاضرتكم الدكتورة؟ الـ variable مقسمتها إلى 1 2 وراها فاصلة تقسيم جاية بغير موضوع فالشي يسمون random variables مقسمتهم continuous و discrete بأي ذوي continuous discrete قبل شي ذكرناها لا تنسون continuous ينقاس discrete ينعدن ما بيهن أعشار وراها جاية ordinal و nominal variable ما أخذتهم بغير موضوع أنا حش راح هنسب هذا السيستم هو مجرد سيستم ما تقسيم مو معناها أنه دكتور راقدمتكم هذا التقسيم فأسي فطلابنا variable سيستم أنا أجي وطبعا خلوا ببالكم أو ها خذنا نذكر بعدين أخذي شوية فالvariables ممكن تنقسم إلى أنواع مثلا أنا من أجي وأقيس مثلا حل الشخص يعني الجندرما للشخص يختلف عما مثلا أقيس طولة إذا variable ينقاس ويطيفة قيمة معينة سواء يعني مثلا سواء كانت مثلا عدد الناس أو أوزانهم أو شي إذا فإن كوانتيتي إذا حاول أعدها أو أو أقيسها أو ألقى فإن شي مالتها فهذا الvariable يعتبر يعتبر كوانتيتيتيتيف variable يسمون numerical variable جسمة كوانتيتيتيتيف أو numerical مثلا أنا راح أخذ الأمثلة النهائية مثلا الطول قياس الوزن قياس العمر قياس عدد الأطفال عدد السيارات عدد أي شيء معين هو قياس صح أو لا فإن شنو إذن شنو شي سموهن numerical دا طلع number أوكي numerical variable كوانتيتيتيف variable بس هكو شغلات لا أنا ما دا طلع عدد مجرد دا قسمهم مثلا من آني أقول الجندر كvariable شنو نتائجة male و female فأنا مجرد دا قسم متغير مالتي إلى group مثلا الشعر لون الشعر أسود أبيض أصفر جوزي ذن شنو مجرد أقيس فإن مجرد فإن كاونت آني أوكي فهذا شنو طلابنا هذا يسموهن qualitative variable أو شي سيحون categorical variables قافة تسموهن هاي التسميات qualitative categorical variables أوكي أمثلة إلهم طلابنا الستادي لابل وين واصل بالدراسة ماجستير دكتوراه هذا ما طلع دا طلع فهذا كاتيغوري دا قسم الناس حسب كاتيغوري الدرج الكورس قريد هذا واحد يقول يمكن كوانتيت هو يعتبر ordinal المهم هزر سؤال هذا الملابس medium large مدري لون الشعر الجندر متزوج لولا ذني شنو كلهن طلابنا ذني كلهن شنو عيوني ذني qualitative variable يجيني طلابنا يقول ذني اقدر اقسم التقسيم ثانية تقول اي نعم تقدر تفرح المرة ثانية فالquantitative اقدر اقسم الى تقسيم قبل شوية شفنا اللي هو الكونتينيووس والديسكريت نفسه والكاونتين والمجرمت الكونسبت مثلا خلنجي هنا نباع الكونتينيووس والديسكريت هنا فمثلا كمثال الهيط بين المية وثمانين والمية وواحد وثمانين اكو رينج كل الشبير يعني شنو هسا هذا الـ اللي هو ايا كانت نتائجه ممكن تكون بين هذا وبين هذا وكل هاي النقاط اللي بين ذني النقطتين اكو بيها النتائج يعني ممكن احتمالي انه يطلع بيها نفد نتيجة بهاي القيمة فالكاونتينيووس اكو رينج كونتينيووس بين الرقمين بين القيمتين بالديسكريت لا ما عندي شي يعني عدد الاطفال ممكن واحد عنده جاهلين لنص لا النمبر ممكن واحد عنده سياتين لنص لا عدد المواد اكو واحد يقول لها انا درست خمس مواد ونص او سأله كم مواده تاخذ بالسنة يقول لي خمس مواد ونص ما تنحس في شي فنجي نقر هاد الحشي يقول لك الـ الـ هن اللي ما ينعدن ينقاسن لان اكو انكو نمبر بين اي قيمتين بين المية وثمانين بين المية وثمانين اكو ارقام لا نهائية بينما الـ هن اللي ممكن ينعدن كل قيمة اكو رقم جواها رقم فوقها مثلا تلجها اللي اكو فوقها هم اربعة اكو جواهم اثنيا صح لعلا هاي بالنسبة علماء بالنسبة ل الـ نيجي للـ هاي تختلف طلابنا انقسموهن الى نوع اتين اللي هن شنو اردينال و نومينال النومينال هي انه الكاتيقوريز ما بيهن لوجيكال أردين اخد نجي للمامثلة هنانة نانا نجي نباوة الـ تقدر تقلي انه مثلا الاسود مثلا الهير كالر شنو اسود ابيض اصفر احمر اي اكن تقدر تقلي انه واحد اعلى من الثاني واحد اكبر من الثاني واحد احسن من الثاني ما تقدر الكاتيقوريز ما بينفت رانق معين بينما مثلاً تقدر تقول لي إنه مثلاً الميل أحسن من الفيميل ما تقدر كالك thats組 Просто هل تقدر التفي讚 تقول هل الخلي المتزوج أول الممتزوج أول وممتزوج أول في فد un 2022 ال�aczego 45 نحي الأمر هنا مو أرقامي انت لا تقول لي إنه أنا متخرج خمسة عشر متر لا يوجد حاجة شيء، مثلاً أنا دارس، مثلاً خلنا نفرض مدارس أمي، ابتدائية، متوسطة، إعدادية، كلية، ماجستير، الدكتورة، فدني هنا كاتيغوريز، من اسمهم كاتيغوريز، كاتيغوريز، كواليتيتف، لكن شنو أكو فد لوجيك الترتيبين، أكو فد رانكينج الهن، يعني واحد يقدر يقول لي أنه يقدر رتبهم باية طريقة، مدارس، ابتدائي، متوسطة، ثانوي، الكورتس جريد، جيد جداً، امتياز، مدرا إيش، فإنه دني مو قيام، صح له لا، يعني الجيد أوك هي مبنية على فاتقينة، بس غلصوا على هالشي، بس واحد يقدر يقول لي فعلاً إنه الفاريابل مثلاً يقول ليش قد تقديرك، يقول لي جيد جيد جداً، فإكو فد لوجيكال إنه ياهو الأحسن بيهم، مدارس، ميديم، لارج، أكس لارج، إذا شفوه من دا أقولين دا أقولون تسلسل معين لأنه يكوب فد رانكينج الهن، فهاش سموها يسموها؟ أوردنال، فالرقب بين النومينال والأوردنال، باية طوال ذاني موجودات بالمحاضرة، كل ذاني ذكرتهم آني موجودات بالمحاضرة، فعني ضبطوهن، مجرد التقسيم ما موجود بحذ ذاته، بس كل هن كحتي موجودات، فنجي نقرأ هذا الحتي، يقول ليك الكاتيجوريكال أقسمه إلى نومينال و أوردنال، النومينال إنه ما عندي فد لوجيكال أوردر، ما أقدر أقول إنه واحد أكثر مثاني أو أحسن مثاني أو شيء، بينما الكواليد الأوردنال فيكو فد لوجيكال أوردر، تمام؟ كل الكاتيجورية ممكن هي تكون أعلى أو أقل مثانية، لكن شنا نفرق ببيناتهم؟ الدفرنس ببيناتهم والأفراج مالتهم ما لا معنى، هاي شون نفتهمها طلابناً؟ يعني مثلاً هسا التسلسل أقول لي شنو مركزك أو شنو تسلسلك على المرحلة، تسلسل على المرحلة ممكن يكون الأول، الثاني، الثالث، الرابع، الخامس، فهو ليش أوردنال؟ أوردنال طلابنا ليش؟ لأن الرابع أعلى من الخامس، والثالث أعلى من الرابع، فشكو إيكولوجيكال أوردر، لكن شنو؟ هل هذا التقسيم اللي هو الأوردنال؟ يقول لي الفرق بين الأول والثاني شقد؟ يقول لي الفرق بين الثاني والثالث شقد؟ لا، ممكن الفرق بين الأول والثاني عشر، وممكن الفرق بين الثاني والثالث ثلاث درجات، وبين الثالث والرابع خمس درجات، وبين الرابع والخامس عشر، فهذه الفكرة اللي حنشوف إن شاء الله حتى نشوف الأوردنال شنو فرقة عن الفوقة كثقييمات، إنه شنو؟ إنه شنو؟ الدفرنس بين الكاتيجوريز is meaningless، يعني ما كو ما تقدر تحدد جد الفرق، مثلا هسا أنا من جيت، وقلت الماستر عن الدكتوراه، أوكي، وبعدي، الابتدائي عن الماستر، ما نكفد رقمي عن قاسب بيناتهم كمسافة، نارج نشوف أمثلة أكثر عن الأوردنال والنومينال، فنبلش بالنومينال لأن أسهل، فيقول لك هذني، يعني مجرد ده تسوي أنت لابلينج، مجرد ده تأخذ هذا المتغير ده تقسمهم على لابلات، بس لا أكثر لأقل، مثلا أزم الناس، وأقسمهم على لابل اللي هو لون العين، أزرق، جوزي، أخضر، على السمارتفون، آيفون، سامسونج، موتوريلا، وتبا، ترانسبورت، شون تروح للمدرسة، باس، ترين، كار، فشنو ذني؟ ذني عبارة عن نومينال داتا، تتقسم مجرد تسوي كاتيجوريزيشن، بس ما تقدر تقول لي أنه الباس أعلى من الترين، أو الترين أعلى من الكار، على الأقل ماكو في الواجيكال، أو الآيفون والسامسونج، مثلا تقول لي أنه الآيفون يجي كرانك أعلى من السامسونج، أو الموتو يجي أعلى من واحد، من قياس، أوكي، بينما الأوردينال، فهاي صحيح يقسمهم أيضا إلى كاتيجوريز، لكن شنو ميسته؟ يضطي أكو بيهن عندهن ناترال أوردر أو رانك، فمثلا، الاسكول قريد، ممكن أقول A, B, C، اللي أعلى من البي، اللي أعلى من السي، وهكذا، بس ما أقدر أقول إيش قدر فرق ببيناتها، يعني إذا مشيناها على أساس أنه هنه أرقام، هيقلب غير شي، إذا قلنا مثلا، سبعين، خمسة وسبعين، هيقلب شنو؟ هيقلب، هيقلب فتقياس مجر، بس إذا استعمل هذا السيستم الأمريكي اللي هو A, B, C، أجوكيشن لابل، باتشيلر، ماستر، دكتورا، السينيوريتي لابل، هاي يعني إشجاد الأقدمية مالتهم، وهكذا، دنيا كلهن، دنيا كلهن، أردنا، سواء رسطرناكم، هس سن يجي طلابنا، ليش دا ندرس، إن هاس سؤال، خلوا معلومة كلش مهمة، خلوا ببالكم شغلة، إنه الابروريات تايف او باريابل، يعني أنا ممكن فت كاركترستيك وحدة، مثلا التدخين، المقياس، ممكن أقيسها بأكثر من طريقة، بحيث تصير دفرنت باريابل، مثلا السموكينج، ممكن أقيسه بياس ونو، دخن لو لا، حيصر نومنال، ما تقدر تقول إنه الياس أحسن من النو، أو النو أحسن من الياس، بغض النظر عن السموكينج، تبع المقياس، الياس والنو، دخن لو دخن، ماكو فترانك بيناتهم، بس مثلا نفس السؤال عن السموكينج، ممكن أسوي، إش قد تدخن، وأقدر أسوي لي، الأجوبة تكون بالسؤال، نو سموكينج، قليل، أدخن وسط، شوية أكثر، كل شواية، بس شنو هذا؟ هذا بعده، كواليتيتف، لكن شنو تتحول من النومنال إلى وات؟ إلى أوردنال، ليش؟ إذن أقدر أقول، النو سموكينج، هو أقل من الانيوجول، ككمية التدخين، الانيوجول أقل من المودرة، وهكذا في أكو سيستم، وأقدر شنو نفس السؤال ما للتدخين، الفارياب أحصله بشنو؟ بشكل؟ كوانتيتيتف، يعني أصلا قلبت من الكواليتيتف إلى كوانتيتيتف، أقول لك، كم تجار الدخن باليوم؟ مثلا هاي، من تسأل واحد، أسأل أنتم كلكم مغضين هستوري، تقول لك، لشقر الدخن، ليش يسأل شقر الدخن؟ لأن تطيق المنزل أحسن، مثلا تقول لك، تدخن، قل لك، إيه لو لا، حالدكتور ما تكحيس لك بل امتحان، يقول لك، إيه يعني شقر يدخن، يدخن جيجارة باليوم، عشر دقائر، عشر باكتات، شنو؟ أو مثلا، تسأل لك، تدخن هواي لو شوية، قل لك، الدكتور هيسألك، شقر يعني هواية، شنو يعني هواية، أوكي، فهاي خلوها ببالكم، إنو أنت، الـ variable نفسي، ومكتسع عليه بأكثر من طريقة، فهنا ننبره بسيجارة، صار شنو صار بسكريت، اللي هي نوعي من الـ quantitative. فيقول لك، الـ characteristics ممكن تقيسها in variables of different types. هاي خلوها ببالكم، هاي لكم نسبة كلش مهم، هو ما مم يذكور بمحاضرتكم، بس كلش 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 مهم طلابنا، يعني حفظوا، هذا مو عادة نقول لكم، لا تحبون شاء الله، هذا حفظوا، ربطوا ببالكم كفكرة، ليش أنا أريد أنه، السؤال، إذا مثلاً عندي variable معين ريدا قيس، طبعاً مو كل variable يصير بين هالشي، مثلاً male أو female، يعني شو أنا قدر أسوي، شو أنا قدر أسوي، شو أنا قدر أسوي، ordinal أو discrete، ما أقدر، أوكي، المهم، شنو فائدة هالشي، واحد يقول لي، أو ذني الـ numbers معقدة، أنا ما أحب العقام، كل أسئلتي ما لأي دراسة هسويها، المهم، ليش أنا أفضل نوعية على نوعية طلابنا، لأن كل واحدة من ذني، الـ variables اللي ها أفضلية على الثانية، الـ quantitative بشكل عام يفضلوها على qualitative، الـ continuous يفضلوها على discrete، أوكي، الـ ordinal يفضلوها على nominal، ليش يفضلوهن؟ لأن تقدر تحصن معج الـ information أكبر، هذني أنواع الـ variables إن شاء الله حنشوفهم بعدياً، هسا الـ nominal حنأخذها، الـ ordinal حنأخذها، الـ discrete حنأخذها الـ interval حنأخذها، كل ما أمشي بهذا الاتجاه، والـ variables ما تأخذها بهذا الاتجاه، كل ما أقدر أطلع information أكثر من هاي الـ data، أوكي؟ طبعا، نقليها ببانة، نتبول هاي الشغلة، إنه كل ما عندي الـ data، خلي نقوله بـ rank أعلى، أو من نوعية أعلى، كل ما شنو؟ أقدر أحصن من ذا data؟ أكثر، فنجي نقرأ هسا الحشمان للمحاضرة، فاشي قولك؟ ونقليها، أرقام، ونقليها، 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 مثلا بـ units، مثلا بكمثال، الطول ما الشخص هو quantitative variable، الوزن ما الشخص هو quantitative variable، العمر ما الشخص هو quantitative variable. بينما الـ quantitative data هي اللي ما أقدر أقيسها بسي. are not capable of measuring بالوحدات. يعني أنا ممكن أقيسها إنه شخص يدخن هواية لو شوية تقدر تقولي إنه هاي هواية أو شوية هنه مقياس باعتبار أكوبيهن واحد علم الثاني. بس ما عندي فد وحدات، ما عندي فد سنس إلها. هاي الشغلات ممكن يكونهم بس categorized، كمثال من شخص مريض يشخصوه في التقدير معين، حينثمين في شي معين مثلا يقول عليها مريض كلش، مريض شوية مو مريض، فاي شنو؟ ما يقدر أقول عليها نسبة أو درجة مرضة عشرة مرض، خمسة مرض، ماكو هيد شي صح لو لا. فالمسجر إنكشتون هيكون، هيكون عبارة عن تقسيم، فهذا شي سموني يسموني qualitative. واضح؟ المجرميات اللي تصير في التقسيم يعني من داقيس لون الشعر، ما لاتم أنا داقيسه، دا أعرف هذا شعر أبيض، هذا شعر أسود، أنا داقيسه، بس مو بوحدات، فقسيم، partes مثل really qualitative. Ok يطبيك information regarding other attributes, تجاهها هاي الصفة، أنا دا أدور لون الشعر، من قصة qualitative variable، دا أحصل information لون الشعر. ف طبنا هدا تعريف ثاني، tempsككوني randomly variable، 생각이 oke الـ ノمinal variables، هقسم الـseata multiple إلي أغروبات، لكن ماكو في asíتزيت جوiganبية في بيناتين، تسلثل عمさわي أو ماكو تسلثل مضبوطة kinase.. مثلاً، بالـ.. بينما الأعيث الآخرين، لا! هناك موقعات لكن ما هو رايت عن سباك؟ تتاكو في تسلسل منطقي آلاً مثلاً تسلسل.. وهذه الطريقة وصلت بالصباق يا مركز تسلسل او هاي رايتنج سكيضا بسؤالية لا اتفق تماما يعني لا اعلم وسط اتفق احسن من لا اعلم و اتفق تماما هي اعلى شيء اذا فهو شنو هذا هذا راح يتشعر راندم فاريابل سيقول لك انت ما تقدر تتنبع بالناتج يعني ايسان اقدر تنبع الطالب يعني انا ما اعرف من هذا الطالب ولا ايش عنه اقدر تنبع عن ما سيختار لا ما اقدر تنبع فهو هذا راندم فاريابل فيقول لك انه كمثال الهايت او الويت او الاجت الريزولت هن value of respect الريابل حيطيك فد رقم بس اني اقدر تنبع بهذا الرقم بشكل منطقي اني اقدر مثلا سعرف راح يقول الشخص الجاي اللي حيجيني طولة 175 الشخص الورا 108 الشخص الورا 160 اقدر ما اقدر لك هو يعوامل فهذا يسموه راندم فاريابل مثلا الطفل هو طول الشخص مثلاً الطفل من هو طفل؟ هل أقدر أتنبه مثلاً سالطفل هذا طوله؟ أي أن كان فلنفروض طوله تسعين سانتين هل أقدر أتنبه أشقد حصله طوله بعد عشر سنين؟ لا لأنك هو عوام تدخل بيها جينات سواء الفوائي صحل أو الأنفوارومنتل فإذرني شيئاً موهن يتبروهن معلومات هي شيئ عاماً ما بيهنت شيئ سبب أنت من تسأل عن فالداتا معينة عندك سؤال الجواب اللي تحصله من عنده إذا هو راندم الإنتمات عرفته يسموه observation لون الشعر اللي بالغرفة البصفي اللون الشعر الشخص اللي بالغرفة البصفي هو observation أو measurement فنانا حيقسم الراندم الى شغلتين الى discrete و continuous احنا أراضي يحكينا عن discrete و continuous حط بصف هذا count حط بصف هذا شنو measure لسهولة حتى تذكروها بشغلات القديمة فنجي نباوع الـ discrete هو الـ count ايشي سموه بعد الـ integer variables الـ integer هي الأرقام اللي ما بيهنكسور مثلاً number of students number of different species in a forest عدد الـ species اوشي الـ distance volume عمرك شغد عشر سنين وشغد عشر ساعة عشر ساعة وشغد ثلاث ثواني وشغد برجفون infinite scale اوكي شي سموهم لهذا شي سيصيحولين سيصيحولين ratio variables ايه هنا نهم نفس الحشي وحط الكوان في الإضافيات نجي نقضى الحشي مع المحاضرة وينو قبلن المحاضرة نحن نسخ نحن نوصل للـ sample المهم المهم الـ discrete random variables ما وصلنا هاي فاشنا قلنا هسا نقسم هاني لـ continue و discrete الـ discrete ما هي شنو بيهن انه الـ interruption بالـ values اكفت الـ interruption يعني شنو هاشنا قلنا هسا تلان خلن نفرض عدد الطلاب خلن نفرض بين الـ 20 و الـ 50 بين الـ 20 والـ 50. هذا الرينج مال القيم. ممكن تكون. ممكن تكون 21. ممكن تكون 28. ممكن تكون 23. إلى خلق. بس شنو ما ممكن تكون 20 ونصف. يكون مكان ضمن الرينج مستحيل تصير بي رقم. مستحيل فتفارياب يطلع لي بي. يعني مستحيل أتوقع أنه الجاي حيث يكون على الـ 20 ونصف كمثال. مستحيل. فأكو فتقاب. شنو صفته أنه أكو فتقاب أو انتربشن بالـ values اللي ممكن يحصلها هذا المتغير. فالمتغير هو شنو عرض الطلاب. القيم اللي ممكن يأخذها خلننفرض من 20 إلى 50 أو من صفر للمليون. لكن هذا الرينج ما صفر والمليون يكو بي فراغات. ما يقدر يأخذ هاي القيمة. فهاي الـ gaps شو تمثل؟ تمثل absence of values. الـ variable المعين. طولي. عرض الطلاب ما يقدر يأخذ هذا الفراغ. ما يقدر يأخذ هاي. ما يقدر يشغل هاي المسافة. كمثال. كمثال عرض دخول المرضى للـ general hospital. هاذ discrete variable مثل ما قلنا. لأن الـ number of admission يكون hall number رقم كامل. صفر واحد اثنين ثلاثة إلا خلاثة إلا خلاثة. بينما فيقول لك العفو يقول لك الـ number of admission بيوم معين ما يقدر يكون كسور. ما ممكن. اوكي. نفس الشي إذا نحسب طيب أسنان. إذا يحسب عرد السنون المتسوسة. عرد السنون الواقعة. عرد السنون المحشوة. بشخص معين. ما هيقول هذا واقع من عنده سنين ونص. ما هيقول هذا محاشرة ثلاثة سنين وربع. سنون العفو ثلاثة سنون وربع. ما يقدر يقول إنه هذا متسوس عنده خمس سنون النص. لو متسوس لو ما متسوس. ما أقفد شيس من نص بيناتها. اوكي. فهذا هم بسكريت فاريابل. نجي للكونتينيوس. هذا شنو؟ ما أكو بي هاي القابس. داكي قلنا كان أكو قابس. ما يقدر يشغل هالقيمة ما للفاريابل. هذا المتغير إذا دور عاليا ما يقدر يقعد هنا أنا. ما لديه حسنا. اوكي. هاي ومينو هذا الديسكريت. الكونتينيوس يقول لك لا أنا عندي هذا الرينج. وأنا ما يريد جديد من الفاريابل. ممكن يكون هنا. ممكن يكون هنا، ممكن يكون هنا، ممكن يكون هنا، ممكن يكون هنا، ممكن إذا أقرب هذا، يكون هنا، ممكن يكون هنا، فهذه الفكرة، إنه ما بهاية الغابس. Continuous variable can assume any value within the range معين. Interval يعني مسافة. بين interval ممكن يقعد بأي مكان بيها. مثال عالية، كذكرنا، أي شيء تقيسة، يعني هو أي شيء تقيسة ويعتبر كونتينيوات، مثلا، height, weight, skull circumference، المحيط مال الراس، ذني كلهم ممكن أدخل بيهم للعشار. No matter how close together an observed height of two people can. مثلا، هذكرنا مثال، شخص طولة 180. شخص طولة 181. قبل شوية بالcount، كنت نقول صف بـ 20، صف بـ 21، ممكن يكون صف بـ 20.5؟ ماكو، إذن هذا gap، إذن هذا discrete. بينما بالأطوال، لأنه هو continuous variable، شخص طولة 180، شخص طولة 181، ممكن يكون شخص طولة ببياناتهم؟ 182.5؟ أي ممكن، شخص طولة 180.5، شخص طولة 180، ممكن شخص ببياناتهم طولة؟ أي ممكن، 180.4، 180، ممكن شخص ببياناتهم؟ أي ممكن، فهو continuous range كامل، ممكن الـ variable يوقع بين مكان ببياناتهم. أعرف ذلك، بس هتحفظوهن. فيقول لك، هو كان theoretically find another person طولة ببياناتهم. فطلاب الناس يضبطوا هذا، البارت الجاي، إحنا ورد يحكينا هواي من عنده، إحنا ورد يحكينا شنو population، وشنو sample، وإن شاء الله بالمحاضرة الجايه، نفتهم عليها أساس ناخذ السامبل بالمحاضرة الجايه، وحنفتهم المجرمينت والمجرمينت سكيل، إحنا ورد يذكرنا كم شغل، ذكرنا الـ nominal، ذكرنا الـ original، لكن حنفتهم إن شاء الله تفاصيل أكثر وأكثر بالبارت الجاي، فإزضبطوا هذا حتى البارت الجاي نكمل. ترجمة نانسي قنقر